اشتركوا في القناة افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي غدا عددا من المشروعات التنموية المنتهية التنفيذ بمحافظتي سهاج وقناء قال محافظ سهاج أيمن عبدلمنعم ان مشروعي محور كبري جرجة على النيل وكبري طهطة على السكة الحديد في مقدمة المشروعات التي يفتتحها الرئيس في سهاج كما يفتتح السيسي عددا من الطرق والكباري في محافظة قناء اكد الرئيس عبدالفتاح السيسي موقف مصر الثابت من الازمة الليبية وأوضح أن مساعي القاهرة مع مختلف القوى السياسية الليبية تهدف إلى التوصل لصيغة عملية لاستئناف الحوار ومناقشة القضايا المتوافق على أهمية تعديلها باتفاق الصخيرات باعتباره للمرجعية الأساسية وخلال لقائه القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر شدد السيسي على أهمية إعادة وحدة المؤسسة العسكرية الليبية ورفع القيود المفروضة على توريد السلاح للجيش الليبي ووقف تمويل المنظمات الإرهابية من جانبه أعرب حفتر عن تقديره للدور المصري الهام في الأزمة الليبية وثمنا جهود القاهرة لمساعدة مختلف الأطراف للوصول إلى توافق استعاد الجيش السوري السيطرة الكاملة على حي القابون شمال شرقي العاصمة دمشق كما سيطر على مطار الجراح العسكرية في ريف حلب الشرقي من يد تنظيم داعش وتعمل القوات السورية على تمشيط المطار وتخوض اشتباكات محدودة مع بعض عناصر التنظيم المتبقين في المطار قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي وافقت مبدئيا على السماح للصليب الأحمر بزيارة ثانية للأسرى المضربين عن الطعام في سجونه ودخل إضراب الأسرى يومه السابع والعشرين ووصل عدد الأسرى المضربين إلى نحو 1800 أسير ويطالب الأسرى بتحقيق مطالب أساسية تحريمهم منها إدارة السجون الاحتلال أبرزها إنهاء سياسة الاعتقال الإداري والعزل الانفرادي ومنع زيارات العائلات والإهمال الطبية أفادت مسودة بيان اجتماع لمجموعة السبع بأن وزراء مالية دول المجموعة سيتعهدون اليوم بتوحيد الجهود في سبيل مكافحة تفاقم خطر الهجمات الإلكترونية الدولية وأكدت مسودة البيان أن الهجمات الإلكترونية تمثل خطرا متناميا على الاقتصاد وأن هناك حاجة لردود ملائمة على مستوى الدول اتهى الموجز إلى اللقاء